بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعط أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعطه وأعرض عن بعط فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرى عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك غهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات عابدات سائحات فيبات وأبكارا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عليها ملائكة غناظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين Then Allah is his protector and helper against you, and Gabriel, will help him against you, and the righteous among the believers, all true believers are helpers to him against you, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, may Allah be well pleased with, and all other true believers, and furthermore the angels are his helpers, and the angels are with all these his helpers against you. It may happen, and this will surely happen, that his Lord, if he divorce you, will give him in your stead wives better than you, in obedience, submissive, to Allah, by stating it openly, believing, true in their faith both with their tongues and hearts, pious, obedient to Allah and to their husband, penitent, from their sins, inclined to fasting, widows, like Asia bint Musahim, the wife of Pharaoh, and maids, like Mary daughter of Amron, the mother of Jesus.